السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان شاء الله تكونوا باخر وعلا خير ومرحبا بكم فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنحضر معكم كيك ناجح باضافة سر اللي سنشاركه معكم كيجي الكيك ناجح لا ينزل لنا فاش نخرجه من الفران واللون ديالو كيفما تلاحظه معي دهبي كيش هي انا متأكدة إذا جربته سيحمر لكم وجاكم قدام عائلتكم وانا بدوري سنشارك معكم جميع التفاصيل حتى الطريقة ديال الطياب بالنسبة لأول مرحلة انا فاش كن بغي نحضر الكيك كنوجد المول ديالي على تيساح انا عندي مول القطر ما بين 22 حتى 23 سنتيمات خماشي ومشكل فيه تقب من الواسط قدامه مزيان بالزبدة ونغبره ضروري بالدقيق البنات باش ميلسقش لكم فيه الكيك ومن هانيت باش يتحيد لكم بكل سهولة انا هنا كنحطه في المجمد في المجمد في الوقت اللي غادي نحضر فيه الكيك بالنسبة لهذا الكيك المقادر المضبوطين انه فيه جوج بيضات كبار انا كيف ما كتلاحظوا معايا عندي البيض ديال النملة بيض صغير وشيت كيف ما كتشوفوا معايا بيضات صغيرين اما انتو ما ديروا عير عفوا نديروا عير جوج بيضات كبار رهم كافيين وعندي هنا يا كأس ديال العنباء مملوء ديال السكر سنيدة او السكر الخشين وعندي هنا يا واحد رشيشة ديال الملح أوساشي ديال السكر فاني من فئة ديال 7 جرامات ممكن ديروا السائل او البودر اللي توفر عندكم سوف هنا غادي ناخد هاد الكيك هدا غادي نحضره في الخلاط يعني ما غادي نطربه موالو وهناي الطريقة ديال لتحضير الكيك في الخلاط راها ساهلة غير هي اه كتبغي تطرب في الاول البيض والسكر مزيان على هاتشكل هذا تقريبا واحد دقيقة ديال التطرب بعدها غادي نضيف كأس غير مملوء ما يعادي لـ 120 جرام ديال زيت ناباتية 120 ميليليتر عفوا كنضيفه الخالط ديالي وهو كيتطرب يعني في الاول تطرب لنا ذاك البيض والسكر والملحة والفاني مزيان وضفنا ليهم الزيت وخلينا الخلاط كي يخلط وغادي نضيفه كأس ديال الحالي بيكون باب حرارة المطبخ ما يكونش بارت بزاف باش ميضيعش لنا المقادير حينت لك انه المقادير شي حاجة فيهم باردة لكيك ما كيستقش معانا صافي هنا يطربوا لي المكونات مزيان كيف ما شفتوا معايا صافي كيولنا على هاتشكل كيولي عندنا خليط بحل شكل كريمي شوفوا معايا الشكل دياله صافي هنا كنكونوا ضامنين انه اضطرب لي نمزيان غادي ناخد واحد الاناء اللي غادي نكمل فيه التخلاط ديال الكيك ديالي ان شاء الله مور هاد الفيديو ما غايبقاوش عندكم مشاكل في الكيك غا تولي وتحضروا الكيك ديالكم بكل سهولة ويجيكم زوين ومفشفش وغادي نتشكروني عليه ان شاء الله صافي هنا يا هدا هو السر اللي كنضيفه الكيك ديالنا عندي هنا معلقة كبيرة ديال انشاء او لا ميزينه وهنا عندي كأس مملوء ديال اللي ما يعادي لمية جرام ديال دقيق الابيض او الفورس او للفارينه وكيف مقتلكم ضفت ديك معلقة ديال انشاء او لا ميزينه او دقيق الدوره معلقة اه كبيرة هاديك المعلقة هي اللي كتعطينا واحد الفيش فاشو واحد اللون خطير الى توفرت عندكم عير خدوها يعني راها يعني ما تقولوش لان ما توفرتش عندكم ميزينه او لا ما كيناش باقي شوية خفيف اه بالنسبة لنا احنا في المغرب بتقدري تشريعين خمسة درهم يعني ما تبخلوش على راسكم خودوا ميزينه ما تاخدوش البواطة البواطة دغية كتسالية خودوا بالعبار من عندك يبيعوا لوازمة الحلويات انا كنتكلم كنوريكم ماش نديره وراني اضفت الكاستاني ديال التقيق الابيض ما يعادي لمية جرام يعني ده بضيفين مئتين جرام ديال التقيق ولكن بنتي الخالط انه باقي شوية خفيف غدي ناخد هنا اه عندي هنا نصف كاس ديال اه نصف كاس ديال دقيق يعني غربل تمنوعير شوية حينتا انا كنخاف وخل ما قادر عندي مضبوطين ولكن كنخاف على الخالط ديالي لا يعقاد لي بزاف وغدي نكمل هنا تغربل يعني تقريبا نضفت جوج كيسان ونصف ديال التقيق الابيض ما يعادي لميتين وخمسين جرام معادي المعالقة كبيرة مملوئة ديالت ميزينة او لا دقيق دورة او لا نشا كل واحدة شنو كيسميه سوف يكونوا على هذا الشكل وهنا عندي الخمارات كلها خمارة في 8 جرامات جوج خمارات يعني عندي 16 جرام خميرات الحلويات ضفت لهم واحد الرشة ديالت الخل اللي كتعطيني واحد الفاشة تهيزوينة كتنفعنا في الكيك ديالنا بالنسبة لأخوات في الجزائر عندكم خمارة فيها 10 جرامات ديروا جوج خمارات ماشي مشكلة لحظوا معي الخالات كيفاش خاص يكون علش كتديروا الكيك ديالكم في الفران ومانيك تخرجوه كيهبط لكم كيكون الخالات مواخدش حقهم زيان من دقيق كيكون دقيق ناقص ذاك الشي عليش كيهبط لكم الكيك يعني عيركيت هو كايت تنفخ كيلقفين يتنفخ ولكن الدقيق دياله قليل صافي مانيك تخرجوه كيتفش كترجع هذا الفقاعد كله كله وحده كترجع البلاسته تكشي عليش ما كيبقاش من فوق ليكم صافي هنا يا اخديت المول ديالي من المجمد كيف مقتلكم انا كنحطه في المجمد باش الكيك ديالي كيتحيد بكل سهولة فاش كيطيب ليه في الفرن صافي هنا يا الفران راني شعلته عريد فاشي شوية يعني حتى لها المرحلة عادة شعلته وهنا يا اخويت الخالات ديالي في الكيك وانتو ما شفتوا معي الخالات كيفاش خاص يكون رخاص يكون شاد شوية في راسه ما يكونش خفيف بزاف مباشرة هيا مباشرة نطيبه في الفران نفس الطريقة بالنسبة للأخوات اللي عندهم فرن الغاز فران ديالدو ديجا مشي على درجة الحرارة تقريبا ما بين 180 و 120 درجة مشي على من الأسفل فقط حطيت شبكة في الطبقة الثانية بالنسبة للأخوات اللي عندهم في حل فران ديالي الطبقة الثانية حطيت فيها الشبكة وحطيت الكيك ديالي وغادي نخليها تقريبا 1-40 دقيقة غادي نرجع نطلع عليها هنا يراني كنحل الفران ديالي كنطلع على الكيك هنا يشوفوا معي الشكل ديالي كتبلينا ديك الحمورية طلعت من الجوانب صافي نرى الكيك ديالي راه طاب من الأسفل غادي نطفل أسفل وغادي نشعل عليه من الفق غادي نخليه عريت لولي اللون دياله يولي اللون دياله غادي نخرجه غادي نخرجه من الفران ومباشرة غادي نحيده معاكم كيف نحصلوا على الكيك ديالي بهات شكل هادا كنظن انني وريتكم طريقة ديال الطياب وبالنسبة لطريقة راه كيف فرن الغاز او فرن الكهرباء راه فحل فحل هنا يشوفوا معايا فاش كنجمدوا المول ديالنا كنحيدوا الكيك ديالنا بكل سهولة وكيجينا الكيك بهات شكل هادا شوفوا معايا يعني ماك ينزل ماك يطيح ماك يوقع ليه تشي حاجة كيف مصيبتو كيف يبقى وهنا شوفوا تبارك الله هديك الفش فشة وهذا السر دياله هو يعني صراحة مش يك ينصير واحد بزاف الاسرار هديك المعالقة ديال تمايزينها عندنا ذاك الخلق والخمارات التطراب مزيان الترتيب ديال المكونات بزاف هاد الاشياء كاز عطينا كيك ناجح اوزوين بزاف وحتى اللده هنا دهنت الكيك ديالي بالمربة ديالي مش مش وهنايا غادي نزينو بالكوكا ومحمر هاد الكوكا والمحمر هو اللي حضرت معاكم في السفة اللي حضرت قبل ديال الروز السفة ببلاد فوار وبلاكس كيس راني حطيتها معاكم في القناة هاد الكوكا واللي زينتوا بها راه نفسه واللي كان شاطل عندي منها يعني راه لابغيتوا الطريقة ديال كوكا ورجعوا للفيديو ديال السفة وهذا هو الكيك ديالي شوفوا معايا تبارك الله كيفش كيجي كيك ناجح جربوا بعينيكم غمضين غادي يجيكم فش فش وهائل شي حاجة اللي زوينة بزاف بزاف وحتى دهك كوكا ودهك الكونفوشير اللي درنا من الفقرة هاتيقوا بيك يعتى واحد الماداق خاطير الكيك ديالنا واحد اللده زوينة بزاف بزاف شوفوا كيجي تبارك الله وما زال لإضاءة ما عطتوش حقه في اللون ولكن را كيجي هائل كنتمنى ان شاء الله يكون يعجبكم الفيديو طبعا اللي عجبكم متبخلوش عليا بالتعليق ديالكم باللايكات ديالكم اللي دائما كتفرحني وما سخيتش بكم كيف ديما انطلقوا فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا مع اشتركوا في القناة